الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تعلقنا طبعا بتقويم ودعم الوحدة الأولى الجغرافية طبعا هالدروس مستهدفة خارطة العالم المسطحة ثم خارطة العالم الكرة الأرضية إذن سنجيب على جميع الأسئلة طبعا الموجودة في الكتاب والتي تتلقنا بهذا نبدأ على بركة الله هنا قالوا لنا أسمي القارة والمحيطات ممتلة في الواجهات الأربع وأملأ الجذول إذن القارة والمحيطات التي تظهروا فيها فالواجهة الأولى والواجهة الثانية والثالثة والربع سنرى هالواجهات طبعا نأخذ الواجهة الأولى نأخذ الواجهة الأولى من الأحسن نأخذها واضحة أكتر هي هذه طبعا هنا القارة طبعا الأفريقية وهنا أوروبا وطبعا هنا آسيا وهذا المحيط طبعا المتجمد الجنوبي وهنا المحيط طبعا المتجمد الشمالي لدينا الإنجازات مكتوبة ثم هنا يوجد المحيط الهندي وهنا جزء من المحيط الهدي طبعا سنرى الإجابات هنا إذا الواجهة الأولى طبعا القارة الأفريقية والأوروبية والقارة الأسوية قلنا المحيط الهندي وجزء من المحيط الأطلنطي نعم من تبدن هذه جزء من المحيط الأطلنطي نعم إذا ها هو جزء من المحيط الأطلنطي نعم ثم عدنا أجزاء من المحيطين المتجمدين اللي قلنا قبيلا أجزاء من المحيطين المتجمد الجنوبي والمتجمد الشمالي إذا هذه بالنسبة للواجهة الأولى نمر إلى الواجهة الثانية إذا هنا القارة الأفريقية ومن هنا أوروبا وهنا طبعا أمريكا جزء من الأمريكا الجنوبية وهنا جزء من الأمريكا الشمالية هنا كإن المحيط الأطلنطي هنا جزء من المحيط الهندي لأن tackle الأفريقيا هنا محيط الهندي جزء. طبعا هنا قلنا امريكا الجنوبية وهنا القطب طبعا المحيط المتجمد جنوبي وهنا جزء من المحيط المتجمد الشمالي. وهنا قلنا افريقيا وهذه هي اوروبا وطبعا جزء من اسيا وهذه جزء من امريكا الشمالية. سنرى طبعا الاجابات هنا. اذا الواجهة الثانية افريقيا جزء من اوروبا وجزء من اسيا. جزء من امريكا الشمالية وجزء من امريكا الجنوبية كما قلنا اما. جزء من امريكا الجنوبية وجزء من امريكا الشمالية. هنا افريقيا جزء من اوروبا واسيا. بالنسبة المحيطات هي المحيط الاطلنتي وهو. محيط طبعا الاطلنتي. نعم. ثم جزء من المحيط طبعا الهندي. هنا سيكون جزء من المحيط الهندي. وطبعا جزء من المحيط طبعا الهادي هنا جزء من المحيط الهادي وطبعا الجزء اين هذا كما قلنا جزء من المحيط متجمد الجنوبي وجزء من المحيط متجمد الشمال نمر إلى الواجهة الثالثة والتي تظهر لنا فيها طبعا هنا طبعا هذه آسيا وهنا أوقيانيا إذا هنا آسيا هنا كنا المحيط الهادي وطبعا هنا كنا المحيط الهندي وهنا طبعا القارة القطبية أو المحيط متجمد الجنوبي والمحيط متجمد الشمالي سنرى الواجهة الثالثة جزء من القارة الاسيوية والأقيانيا هي هذه جزء من القارة الاسيوية وهنا أوقيانيا ثم المحيط الهندي والمحيط الهادي قلنا المحيط طبعا هنا هنا محيط الهذي. وهنا هنا محيط الهيندي. وطبعا جزء من المحيطين المتجمدين الجنوبي والشمائي. نمر الى الواجهة الرابعة. هادي امريكا الشمالية وهذه امريكا الجنوبية. هنا يكون محيط الهذي. نعم هنا محيط الهادي. وهنا스럽ج من المحيط الاطلنطي. وهنا طبعا محيط واجهة الواجهة الشمالية. امريكا الجنوبية كما قلنا المحيط الهذي. جزء من المحيط الاطلنطي. والزائن من المحيطين المتجمدين الجنوبي وشمالي. هذا بالنسبة لالتمرين الاول. نمر الى التمرين الثاني. اه اعطاونا وقبل هذا طبعا قمنا نجوابوا لهذا مشوا الاسئلة اللي كنا هناك تصدق لنا ابينوه في الكتاب ان كانت الواجهة الاربع مجتمعات طبعا الواجهة الاربع عموشة تضمنوا كل قارات ومحيطات الامن طبعا ولكن بنسبين مختلفة والواجهة اللي كنتظهر فيها المغرب طبعا الموقع المغرب هي الواجهة جوز سنراها نعود نعود اليها الواجهة رقم اثنان هاي الثالثة اذا رقم اثنان اذا هناك يظهر فيها المغرب بشكل اكثر وضوحا اذا في الواجهة جوج نمر الى السؤال الموالي اللي عدنا وهذا تقول لنا اعطاونا الشكل الثاني هاي هذي تنتي سطح الكوران على سطف الارض prov my friend هنا اوات اثنانadas ويتدي مثلا control اوس школ اوات أربنا وهو اتنان strategy اقول انه اكثر الواجهة الواجهة يوتهم محيط الت дис blaze هادي هدمها وديهم اقمไป مواحيط الهندي. هنا المحيط اطلنتي. هنا امريكا الجنوبي ولكن هنا امريكا الشمالية وهنا المحيط الهدي. هنا اه المحيط المتجمد الجنوبي او القارة القبية الجنوبية. سنرى الاجابات هاية. المحيط Tank Alula. المحيط متجمد الشمالي. قارة استهادة. أوروبا. قارة اسيا. رابعة المحيط الهدي. قارة افريقية وقيانيا سبع الموحيط الهندي سبع الموحيط الاطلنطي سعود امريكا شماليا عشر امريكا الجنوبية الموحيط الهدي واخيرا الموحيط متجمد الجنوبي ثم كنتم القارة القطبية الجنوبية هذا بالنسبة طبعا سنمر إلى التمرين الثاني التي قلنا هذه صورة جوية اخذت من اعلى وستسمي في جدول على دفتري العناصر سنمر الأرقام هذا البحر الأبيض المتوسط ومحيط الهتراني هنا اسبانيا مديق جبل طارق واحد شمال مغرب وبحر الأبيض المتوسط ومحيط الهاتلنطي سنرى الايجابات الجزء الشمالي من المغرب البحر الأبيض المتوسط ثم المحيط الهاتلنطي السؤال الثاني يوجد مشروع قاربين المغرب وأوروبا عبر مديق جبل طارق أتعرف مديق جبل طارق في الصورة أتعرف مديق جبل طارق سنرى مديق جبل طارق يقع مديق جبل طارق بين إسبانيا شمالا إذن إسبانيا يقع له شمال بالنسبة إليه والمغرب جنوبا ويصل بين مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي ويصل بين مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي إذن هذا بالنسبة تعرف على مديق جبل طارق الموجود بين إسبانيا والمغرب حوالي تقريبا كينبي المغرب إسبانيا 14 كم